وصول العلقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورد سودان بواسطة سفينة حربية مصرية أهلا بكم مشاهدي ومتابعة الفيديو نقطة في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة عن وصول العلقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة قادمين من بناء بورد سودان على متن سفينة حربية مصرية قبل قليل وبثت شاشة القرى الإخبارية لقطات وصول السفينة الحربية المصرية إلى ميناء سفاجة بالبحر الأحمر بعد إجلاء المواطنين العلقين من بناء بورد سودان طبعا في السودان العلقين دول اللي كانوا في الميناء تنوعت جنسياتهم ما بين مواطنين مصريين ومواطنين من جنسيات أخرى وتم نقلهم من بناء بورد سودان في السودان بواسطة سفينة حربية مصرية إلى ميناء سفاجة بالغردق في الوقت نفسه السفيرة سوها الجندي وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج علنت مسائل اتنين في تصرحيات صحفية ان جهود الدولة المصرية مستمرة منذ نشوب الازمة في السودان وقالت ان احنا نجحنا في عودة 7800 مصري من ابناء جلال مصرية في السودان واكدت الوزيرة انه تم التواصل مع السفارة المصرية في السودان والتواصل مع مركز شباب الدارسين التابع لوزارة الهجرة واللي من خلاله بيتم التواصل بشكل مباشر مع كل الطلبة المصريين بالخارج واكدت ان عدد العائدين من السودان حتى هذه اللحظة اكتر من 7000 مواطن مع العلم ان الجالية المصرية في السودان بتبلغ تقريبا ما يقرب من 10000 مصري او يزيد عن 10000 مصري واكدت انه بيتم كمان اجلاء رعاية اجانب وان مصر كانت معبر ومستقرر لهم لحد ما يرجعوا لبلادهم سالمين اكيد دور كبير للجيش المصري والقوات المصراحة المصرية وكل المسؤولين المصريين عشان يأمنوا عودة العالقين المصريين وكمان اخرين من جنسات اجنبية مختلفة وده بيؤكد دور مصر الكبير والريادي مش بس ان هم في الحفاظ على رعايها المصريين والحفاظ على سلامتهم وامانهم لا كمان المساهمة في عودة او اعادة الرعاية الاخرين من اجانب العالقين في السودان لحين انتهى هذه الازمة اللي اكيد بنتمنى انها تنتهى على خير كانت هي دي خدمتنا الاخبارية وانتظرونا في خدمات الاخبارية جديدة خلال الساعات اللي جاية شكرا جزيلا لكم